حبيبي عم بشوفك في عندك طاقات سلبية لسه ما تخلصت منها هدول الكرتين فوق بعض عم بتحاول تستشفي من موضوع من موضوع من طاقة سلبية ولكن عم يعني يتأجل الموضوع او لحد الان موجودة هاي الطاقة عم بتحاول تستشفي كويس هذا الاشي ولكن عم بشوفها لسه موجودة لساتها موجودة عندك عم بشوفك برضو كتير انصدمت يمكن من الناحية العاطفية او حتى بالعمل بس اكتر بالعاطفة انصدمت من علاقات كتير قبل هيك او من اشخاص ممكن يكونوا اصدقاء لذلك قررت انك تروح بعيد تبعد تدرس في الامور اكتر ولكن شايفي انا بالايام الجاي انه رح يكون عندك جميع مفاتيح النجاح بالنسبة للعمل يعني انا هاد الكرت بشوفه توازن ونجاح بجميع المجالات عندك مفاتيح لقلب الحبيب وللنجاح في الحياة العملية عم بتكون مسيطر على العلاقة اذا انا شايفي في عدد منكم كبير في منفصلين وعلى فيه علاقة ثلاثية عم تنتهي وهذا اشي كتير حلو عم بشوف المواضيع بتترتب لحالها عم تاخد قرار فجأة بانك ترجع للحبيب او الحبيب عم ياخد هذا القرار فعم بشوفكم عم بتفكروا فعليا بهذا الشهر بالرجوع والتفكير بالارتباط شايفي فيه ارتباط في الموضوع اما وعد او امور عم بتصير لحتى تسهل هذا الموضوع وهوان عم بشوفك اكتر شي في العمل عم بتكون كتير غضبان كتير زعلان هاي الفترة مع انه في بعديها راحة بعد كل المشاكل اللي لقيتها بشغلك وبعملك او مع الاصدقاء شايفي فيه راحة او فيه انتصار راح يتحققه فيه انتصار راح يتحققه على شخص معين او على اشخاص طيب خلينا نشوف لو فيه تحذيرات هذا الشهر لبرج العدراء هاي الكروت مش انه سلبية ولكن فيها تحذيرات من موضوع معين هون بيقولك ازا بدك اتوقع على شي ازا بدك اتوقع على كونترا معين على عقد معين فاحذر كتير هذا الشهر يعني حاول اساسا انك ما توقع عليه او تمت في الموضوع تمدد الموضوع توقيع الاوراق في هذا الشهر شوي عم يكون مش لصالحك فهاي كانت التحذيرات خلينا نشوف الاوراكلز ايش بنصحونا لهذا الشهر او خلينا ناخد كروت العقل الباطن لا اليك ولا الشريك للي عندهم شريك كرت اليك وكرت اليه هذا الكرت اليك عم بشوفك كتير زعلان كتير مكتئب من ناحية العلاقة وكأنه كان في عندك أمنيات في العلاقة أو شغلات كنت تستناها من الحبيب أو الشريك لسه ما صارت لحد يت هلأ أو ممكن تكون أنك مش ناسي الزعل أو الأمور أو المناوشات اللي كانت بينك وبين الحبيب عم بتفكر فيها يعني ملياً عم بتفكر فيها كتير كتير عم ترجع للماضي كتير شايفيتك هون عايش شوي بالماضي مش قادر أنك تتحرر منه أو تروح للي بعده بالنسبة للحبيب الحبيب ناوي على خير عم بيكنن لك كل مشاعر الحب عم بشتاء في عنده اللي هو أنت بالنسبة له هدف ولكن شايفي في بعض الأمور عم بتعرقل هذا الموضوع لكن أنا ما إلي في العرقيل إلي في عقله الباطن هو عم بيفكر فيك بطريقة هستيرية مش طبيعية ولكن في أمور تانية بتتحكم في الموضوع أو بتأجيل موضوع الارتباط أو ولكن عم بشوفه بيرقبك كتير وبيحنن لك كتير وهذا الشي متبادل يعني أنا شايفيته منك ومنك هون بيقولك أنه اتطمن بالنسبة للتغييرات أو التحديات اللي انت هلأ عم بتمر فيها هي مجرد خلينا نقول مجرد درج أو مجرد وسيلة لحتى توصل فيها لهدفك فما تزعل من التحديات اللي عم بتمر فيها عم بتكون ناجح كتير في أنك تتخطى هاي التحديات وتوصل لللي بدك إياه بيقولك أنت معاك يعني زي ما قلنا قبل شوي مفتيح النجاح معاك يعني كل شي عندك إياه كل شي انت إنسان قوي كتير بالنسبة لأنك تجتاز هاي التحديات وهاي التحديات رح تكون لصالحك رح تكتشف هذا الإشي فيه مع بعض بيقولك أنه أحلامك والفجينز يعني والجولز الأحلامك وأهدافك وأمنياتك رح تصير حقيقة رح تصير في الواقع بس بيقولك stay focused يعني أنه خليك مركز على الهدف اللي أنت بدك إياه ما يعني ما فيه ناس رح تاخدك هيك رح تاخدك هيك فيه أمور رح شوي تاخد من تفكيرك ولكن بيقولك لا يعني كون focused وكون مركز على الهدف لأنه رح يتحقق مع التركيز إذا رح تركيزك بتبعد عن الهدف طبع هذا الكرت أكتر إيشي شايفيته كرت ممكن يكون حمل للنساء في بشرة يعني بشرة معينة أو خبرية حلوة كتير بالنسبة للمتزوجين ممكن تتعلق إما في الأولاد أو إنه حمل جديد طفل جديد لأنه شايف طفل جديد بقولك يعني خلص خد راحة من اللي أنت فيه خد راحة من التفكير من المشاكل الحياة اعمل لحالك برنامج مثلا إنك بهذا الوقت يكون فترة راحة أو خد إجازة خلينا نقول خلي عندك شوية وقت لحالك مش كله شغل مش كله اهتمام بالآخرين لازم تهتم بحالك أكتر شوي آه نفسي الحكي بيقولك خلص بكفي تفكير بكفي إنك وعم بشوفك يا برج العذراء عم عم تدفشي الأمور عم بتحاول إنك مثلا تغير مسار الأمور غصبا عنها فبيقولك خلص يعني let's go خلي الأمور تمشي لحالها وبكفي تفكير وعمل meditation على طاقتك الإيجابية وكمان بيقولك خلي في عندك شوي طاقة اللي هي امتنان إنه بالنسبة للأشياء اللي موجودة عندك إياها دائما تطلع عليها وإحكي الحمد لله يعني عندك شغلات ولكن أنت طموحاتك يعني برج العذراء كتير طموح وكتير بس هذا لا يمنع إنه تشكر كتير على الأشياء اللي موجودة عندك لأنه طاقة الإمتنان أو الشكر هي بتقولولي شو كيف نعلي طاقتنا الإيجابية يعني هاي واحدة من الطرق طاقة الإمتنان لما نميها عندنا وكل يوم نذكرها كل يوم نحكي الحمد لله على الشغل الفلانية أو نحب الشغلات اللي إحنا بنملكها طاقتنا بتزيد يعني هذا ممكن أن يكون سابورت بيقولك إنه رح وكأنه في عندك مشروع جديد أو موضوع عم تمشي فيه بيقولك رح يكون عندك السابورت المناسب رح يكون في عندك الدعم المناسب لهاي الأمور هذا الكرت طلع مقلوب هذا بيخص الأولاد وكأنك تعبان شوي مع الأولاد فبيقولك بدهم شوية صبر يعني للي عنده أولاد عم بتعبوه شوي من برج العذراء فعم بيقولك إنه شوية صبر لأنه هذا السن أو هذه الفترة من عمرهم بيحتاجوا أنا ما بعرف قديش عمرهم بس بيحتاجوا الصبر أكتر فما ما ما نضغط على حالنا أو هي فترة وبتعدي بيحكي لك أنت كتير يعني مش متناقض يعني مشوش أنت كتير مشوش لأنك ما عندك معلومات كافية بيقولك زي ما قلنا قبل شوي إنه اعمل ريسيرج اعمل بحث عن معلومات اللي انت بدك إياها استشير إكسبرت يعني استشير حدا قد نصائح أنا بعرف إنه برج العذراء يعني أراءه من راسه كل شي من راسه القرارات والكذا فهون بيقولك لأ أنت بحاجة إنك تبحث عن معلومات وعن خبير أو تاخد نصيحة خبير في الموضوع يعني بفور قبل ما إنك تاخد القرارات وأكنك ناوي تاخد قرار هذه الفترة يمكن قرار السفر اللي قلنا عليه أو قرار الارتباط بيحكي لك أنت بتستحق فقط الأفضل شفت قبل شوي بالكروت إنه شوي عم تتزعزع ثقتك في نفسك شوي مش ما عم تحب حالك لا بس عم تتزعزع شوي ثقة فهون بيطمناك بيقولك أنت بتستحق فقط الأفضل وهذا اللي أنت لازم تركز عليه بال يعني آآ هذا اللي هذا الاشي اللي لازم تركز عليه في نيتك في داخلك تركز على إنه انت بتستحق الأفضل ورح يوصلك الأفضل آآ زي ما قلنا إحنا دايما إنه بقوانين الطاقة الكونية إنه الاشي اللي إحنا بنركز عليه بيصير فركز على هذا الموضوع رح يصير بسرعة أكبر كل ما كان في يقين أكبر كل ما كان في يعني سرعة في في اليقين بيتم هذا الموضوع أسرع هذا الكرت طلع مقلوب تايد نس بيقولك إنه شوي تحذر من الطيبة تبعتك في عندك طيبة مش معقولة في عم بتكون طيب مع أشخاص ما بيستحقوا فبما إنه يعني طلع مقلوب طبعا بيقولك شوي دير بالك من الأشخاص ما تأمن ما تحكي كل شيء بالدكية يعني ما تحكي كل شيء بصراحة لناس ما بيستحقوا فأكتر إشي هذا الكرت هذا الكرت كمان طلع مقلوب بيقولك إنه نفس اللي قبل شوي وكأنه بيحكي لك إنه خد استشارة من الناس اللي حواليك ما تاخد القرارات بتسرع هذا الشهر هذا الشهر لازم تكون شوي حذر من اتخاذ القرارات يبرج العدرة بيقولك إنه الأشياء الحلوة رح تبلش تظهر شوي شوي لكن ببطء في حياتك فكون شوي صبور متفائل في طاقة فرج رح يعني تفتح عندك في هاي الفترة فخلي تركيزك على الأمور الإيجابية وفي طاقة فرج في طاقة فرج عندك يا برج العدراء إن شاء الله تكون الأمور تمام خلينا هلأ نعمل هاي الفقرة اللي أضفناها إنك تسأل سؤال أو تضمر على شيء الإيجابة رح نجاوب عليها بأ أو لا يعني سؤال بيبدأ بهل هل كذا كذا رح يصير وإذا كان فيه رح يصير رح نشوف توقيتات معينة لهذا الموضوع طبعا هذا السؤال رح يكون له طاقة شهر فإذا ما رح يصير في هذا الشهر رح يكون الجواب لا يعني مش ما تاخدوها كتير سلبية إذا طلع لا لأنه رح نعيد هاي الفقرة بالتوقعات الجاية اللي بعد أسبوعين فممكن الطاقات إنها تتغير فبترككم تسألوا السؤال وتركزوا على شيء حابين تعرفوا نتيجته أو وخلينا نشوف عم بشوف حبيبي العذراء إنه هذا الموضوع ما رح يصير أنا آسف ما رح يصير آآ طب ليش ليش ما رح يصير خلينا شوي نفتح إنه ليش هذا الموضوع ما رح يصير آآ بسبب طاقة سلبية عندك إياها آآ زي ما قلنا قبل شوي كان في طاقة آآ سلبية وانت ما استشفيت آآ منها فهذا بالسبب إنه هاي الموضوع ترجمة نانسي قنقر